موجز لأهم وآخر الأخبار فأهلا بكم أعلن التحالف العربي عن تنفيذ 19 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي في مأرب وحجة وأوضح التحالف أن هذه الاستهدافات أصفرت عن تدمير 13 آلية عسكرية وخسائر بشارية في صفوف الميليشيات الحوثية كشفت مصادر إعلامية مصرع قائد ميداني ومسؤول التحشيد لميليشيات الحوثي في جبهة حراض بمحافظة حجة بضربة جوية لمقاتلة التحالف العربي وأكد مصدر عسكري ميداني مقتل مسؤول الحجد العسكري في مديرية حفاش وقائد جبهة حيران المدعو غازي أمين القليعة وأوضح المصدر أن المدعو القليعة لقي مصرعه ضمن عشرات آخرين بضربات جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفت أتجمعات ومواقع وتحصينات للميليشيات في حراض طالبت المملكة العربية السعودية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه هجمات ميليشيات الحوثي الأخيرة التي طالت البنى التحتية وآخرها مطار الملك عبدالله في جزانة وأكد القائم بأعمال وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بالإنابة المستشار محمد العتيق أنه من الأهمية بمكان أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته تجاه ميليشيات الحوثي ومورد أسلحتهم وقال العتيق في رسالته إلى مجلس الأمن الدولي إن ميليشيات الحوثي استأنفت شن هجمات عبر الحدود من مطار الصنعاء الدولية وهو ما يؤكد الطبيعة العدائية والإرهابية لهذه الميليشيات وتجاوزاتها للقانون الدولي الإنساني حملت السفارة الأمريكية لدى ليمن ميليشيات الحوثي مسؤولية اختطاف أحد موظفيها في صنعاء وأشهدت السفارة في بيان لها نشرته عبر صفحتها في تويتر باهتمام وسائل الإعلام اليمنية في تناول قضية الاحتجاز غير القانوني والتعصفي للموظفين اليمنيين في السفارة وأشهدت بيان إلى أن الميليشيات الحوثية تواصل استخدام المدنيين الأبرياء بيادق في الصراع نهاية الموجز إلى اللقاء